اشتركوا في القناة وبصحة وعافية نبتدع دروسنا في مادة التربية الإسلامية للصف الحادي عشر فقد وصلنا إلى الوحدة الثالثة إلى الدرس الرابع إلى دور المرأة في المجتمع الإسلام له قول الفصل في قضية المرأة فالإسلام هو دين الله عز وجل والله عز وجل هو أعلم بخلقه وفطرتهم التي فطرهم عليها فالإسلام كشف عن السر المودع في هذا الكائن في هذه المرأة ألا وهو العاطفة فالمرأة تتميز بميزة ليست موجودة عند الرجل ليست موجودة أي أنها قليلة عند الرجل ألا وهي العاطفة كما أن الرجل ربما يتميز بميزات ليست موجودة عند المرأة فالمرأة لو لا العاطفة لما استطاعت أن تتحمل عبء الحمل والولادة وتربية ورضاعة الأطفال وهذا أمر عظيم وكذلك الرجل للسر المودع فيه استطاع أن يتحمل مصاريف وتكاليف العائلة والأسرة فالتفاضل لا يبنى على أن هذه مرأة وهذا رجل أو ذاك أبيض وذاك أسود أو هذا من الجنس الفلاني أو هذا من الجنس الفلاني الله تعالى كرم بني أو لقد كرمنا بني آدم فالتفاضل ينبني على أمر واحد ذكره الله عز وجل وهو كلام الفصل وكلام الحق الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه فقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالتفاضل هو بالتقوى والتقرب إلى الله عز وجل وهناك أقوال شرقت وغربت بغير هدى تحاول أن تفسر دور المرأة وحقيقة انتسابها إلى هذه الحياة لكن هذه الأقوال فشلت في بيان إنسانية هذا الكائن ألا وهو المرأة وعلاقتها مع الرجل فالإسلام جعل على الرجل واجبات وله حقوق وكذلك على المرأة واجبات ولا حقوق بل إن الإسلام جعل للرجل باب من أبواب الجنة عن طريق المرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام خياركم خياركم لأهله فجعل أفضل الناس من الذي يكون له خير ولمن لأهله وكذلك جعل الإسلام للمرأة بابا من أبواب الجنة ألا وهو الزوج كيف ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أي ممرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة فالإسلام يرفض أن تكون المرأة كما في بعض المعتقدات أو عند بعض الناس أن تكون المرأة كأنها سلعة مبتدلة وبالجانب الآخر يرفض الإسلام للمرأة أن تعطى حرية كاملة تفعل ما تشاء فكل إنسان له حدود المرأة الرجل الإبن مع أبيه ذلك الحد لا يسمى ابتدالا ولا يسمى إهانة لهذا المخلوق فالإسلام جعل للمرأة لها حق التعلم بل وأوجب على الإنسان أن يتعلم قدر ما يستطيع فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم هذا من ناحية طلب العلم من ناحية العمل فلكل إنسان له طبيعته الفطرية واستعداده النفسي فمتى ما خالف هذه الطبيعة أو عاكس هواه فلا ينبغي له ذلك وهذا المفهوم يصدق داخل الإنسان نفسه وتقسيم العمل ليس أمرا غريبا على مستوى الفرد أو المجتمع بل حتى على مستوى الدول وتوزيع المهام بين الرجل والمرأة أمر صحيح وهذا التقسيم أو هذا التوزيع ينبني على أساس مهم بما ينسجم وطبيعة هذا الإنسان إن كان مرأة أو كان رجلا والإسلام لم يقل بأن وظيفة المرأة هي الإنجاب والأمومة وحسب بل هي من أحد الوظائف نعم وهل هذه الوظيفة هي يسيرة بل هي أمر صعب ألا وهي بناء الأسرة التي ترتكز بداية على المرأة لهذا أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية صوروا الإسلام بهذه الصورة أن الإسلام يبتذل المرأة ويجعلها أداة وآلة إنتاج فقط نأتي الآن إلى كيف عامل الإسلام المرأة حتى نعرف هل أنصف الإسلام أنصف المرأة أم لا أولا حفظ الإسلام حق المرأة في صيانة عرضها فحرم الإسلام حرم حتى النظر إليها فقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم حفظ الإسلام حق المرأة في معاقبة من رماها بالفاحشة بالكلام من غير بينة بأن يجلد ثمانين جلدة فقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدا حفظ الإسلام حق المرأة إن كانت أم فأوجب على الإنسان أن يحسن إليها وحذر من أن تقول لها كلمة أف في حقها حفظ الإسلام للمرأة حقها إن كانت مرضعة فجعل لها أجرا فقال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وحفظ الإسلام حق المرأة إن كانت حاملا قال تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وحفظ الإسلام حق المرأة في السكنة فقال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وحفظ الإسلام كذلك حق المرأة في مراعاة حالاتها الصحية فأسقط عنها الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام إذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا وحفظ الإسلام حق المرأة في الوصية فلها أن توصي لما بعد موتها قال تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين وكذلك جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توصي بالمحافظة على حقوق المرأة فقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا وقال صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات طبعا هذا الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات حديث يعني ضعيف لكن الحديث الموجود أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يغزو في أن يقاتل مع الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلزمها فإن الجنة عند رجلها هذا الحديث ثابت ذلك الحديث يعني فيه ضعف شديد إذن أعزائنا الطلبة الإسلام جعل للمرأة مكانة وحفظ لها الحقوق وجعل عليها كذلك واجبات ونهى عن الضرر بالمرأة كائنا من كان فهذا هو ديننا وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف معاملة المرأة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يقول استوصوا بالنساء خيرا إذن فديننا الحنيف والتمسك به يكون للمرأة دور ممتاز تسهم من خلاله في بناء المجتمع وتقدمه فعلينا أن ندرك حقيقة الأغراض الذنيئة الساعية للنيل من كرامة المرأة وعفتها بدعوى التقدم طبعا هنا يذكر قصة للسيدة زينب وهي زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأمها السيدة فاطمة الزهراء البتول بنت النبي صلى الله عليه وسلم جدها النبي عليه الصلاة والسلام وجدتها السيدة خديجة بن تخويلد رضي الله تعالى عنها السيدة زينب لقبت بالعقيلة أي المرأة المحترمة الكريمة والنفيسة كما لقبت بالكبرى زوجها هو ابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار وأولادهم أربع ذكور وأنثى علي ومحمد وعباس وعون والبنت هي أنكل ثوم استشهد محمد وعون مع خالهم الحسين عليه السلام في واقعة الطف بكربلاء ولقد برز لعون للقتال وهو يقول إن تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهر يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفا في المحشر ولدت في سيدة زينب ولدت في السنة السادسة للهجرة والذي أسماها بزينب هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اختار هذا الاسم عاشت السيدة زينب تحت ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعايته خمس سنوات وتلقت دروس التربية والراقية العليا في ذلك البيت الطاهر تميزت زينب رضي الله تعالى عنها بالشجاعة والعقل الوافر والحكمة فضل عن الإيمان والتقوى والورع والعفاف والحياة كان لها دور في توجيه النساء من دروس للعلم والأحكام والتفسير للقرآن طيلت أربع سنوات عندما كانت في الكوفة وعندما استشهد كثير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقع الأليمة وأخذ النساء إلى يزيد فوقفت زينب شامخة شجاعة وأخذت تكلم يزيد من خطبتها نأخذ مقتطفات قالت أظن أنت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق سوقا في قطار كما تساق الأسارة أن نبنى على الله هونا وبك عليه كرامة وامتنانا مهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أمن العدل يبنى الطلقاء تخديرك الحرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوهن تحدو بهن الأعداء تقصد أمن العدل يبنى الطلقاء أي أن جده أبو سفيان عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة فقال اذهبوا أنتم الطلقاء عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام تذكر يزيد أن جدها وهو النبي عليه الصلاة والسلام قد عفى عن جدك يبنى الطلقاء تخديرك الخدر هو الستر الذي يوضع بين المرأة وبين الرجال فتقول له تخديرك حرائرك والإماء وسوقك بنات النبي صلى الله عليه وسلم تسوقهم سبايا أمام العدو تقصد هذا الكلام وتقصد هذا المعنى طبعا الخطبة هي طويلة أطول من ذلك خطبة جميلة جدا نتعلم من هذه الوقفة للسيدة زينب كيف أن المرأة لها كلمة تقولها ولا تخشى ولا تخاف وهذه الكلمة بوجه الظلم وبوجه الحاقدين وبوجه من يريد أن ينتهك الإسلام أو يعتدي على المسلمين فالمرأة لها صوت يسمع فلنا بأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن نساء الصحابة ولنا بالعقيلة زينب رضي الله تعالى عنها إسوة وقدوة وهي تجسد الإيمان والصبر والشجاعة وتحمل المسؤولية وتجاهد في الله أعظم جهاد وتلتزم شرع الله عز وجل طبعا الكلام عن قيمة المرأة يطول وأطول من ذلك لكن نحن ملتزمين بوقت للدروس المطلوب منكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هو حل أسئلة المناقشة كما عودناكم سابقا أن تحل على ورقة وتبعث على تليجرام ونلتقي معكم في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته